خلينا نروح سريعا لموجز لأهم الأنباء من الشراوي ستقول لنا ماذا يحدث في العالم في التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة صباحا خير منكم شكرا لكم مصطفى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم دعا الرئيس الفرنسي إيمانوال مكران ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى وقف فوري للأعمال العدائية في أوكرانيا وعقب اجتماع لهما أعرب مكران ومودي في بيان مشترك عن قلقهما العميق أزاء الأزمة الإنسانية والنزاع الدائري في أوكرانيا وأضف البيان أن فرنسا والهند أدانت بالشكل لا لبس فيه مقتلا مدنيين في أوكرانيا ودعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية لكي يكتمع الطرفان لتشجيع الحوار والديبلوماسية وإنهاء معاناة السكان على الفور قالت وزيرة خارجية السويد أن لند أن بلادها تلقت دمانات من الولايات المتحدة بأنها ستحصل على دعم حال تقدمها بالطلب للإنضمام لحلف شمال الأطلنطيين نيتو وفحص الدول الأعضاء الثلاثين بالحلف للطلب ورفضت آن لند كشفة تفاصيل دمانات الأمريكية مشيرتا إلى أنها ليست دمانات أمنية ملموسة خاصة أنه لا يمكنك الحصول عليها إلا إذا كنت عضوان كامل العضوية في حلف شمال الأطلنطيين قال رئيس الأوكراني Volodymyr Zelensky أن هناك مدنيين من بينهم نساء واطفال ما زال في مدينة ماريو بول المحصرة وضف الرئيس الأوكراني أن هناك حاجة لحدنة متوالة لتأمين عمليات إجلاء مع مواصلة روسيا حجمها وأجلت الأمم المتحدة واللجنة الدولية لصليب الأحمر مئات الأشخاص من ماريو بول ومناطق أخرى هذا الأسبوع لكن مسؤولين أوكرانيين يقولون أن هناك نحو مئتين مدنيين ومقاتلين أوكرانيين ما زالوا محاصرين في شبكة من الثكنات تحت الأرض في مصنع أزوفستال للصلب في ماريو بول أعلنت موسكو أن الجيش الروسي أجرى في منطقة كالينينجراد محاكاة لعملية إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية وقالت وزارة الدفاع الروسية أنه خلال مناورات عسكرية في كالينينجراد أجرى الجيش محاكاة لعمليات إلكترونية لإطلاق منظومات إسكندر الصاروخية الباليستية المتنقلة القادرة على حمل رؤوس نووية وأضافت أن القوات الروسية تنفذت ضربات فردية ومتعددة على أهداف تحاكي قدفات صواريخ ومطارات وبناء تحتية محمية ومعدات عسكرية ومراكز قيادة لعدو وهمي أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق على إعلان بعض أجزاء من ولاية نيو مكسيكو التي تتعرض لحرائق غابات مناطق كوارث موجها بتقديم مساعدة اتحادية لجهود الإغاثة ويشمل المرسوم الذي أصدره الرئيس الأمريكي منحا أو منحا للاسكان مؤقت وإصلاحات للمنازل وقروضا منخفضة التكاليف لتغطية خسائر العقارات التي لا يشملها التأمين وبرامج أخرى لمساعدة الأفراد وأصحاب الأنشطة التجارية في التعافي من أثار الكارثة عاد ملايين الأشخاص في بكين إلى العمل عن بعد مع إغلاق عشرات من محطات قطارات الأنفاق بعد عطلة وطنية جاء ذلك بسبب القيود التي فردت للحد من انتشار فيروس كورونا وتواصل السلطة الصينية اتباع سياسة الصفر كورونا للحد من انتشار كورونا التي تقضي بفرض إجراءات إغلاق وفحوص جماعية بينما تكافح فيه أكبر انتشار للوباء منذ أيامه الأولى وقد أغلقت أحياء بالكامل في العاصمة بالسبب عدد قليل من الإصابات قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن المجلسة النيابية الجديدة الذي سيتم انتخابه في الانتخابات المقررة في الخامس عشر من مايو الجاري سيختار شخصية لتولي رئاسة مجلس الوزراء وشدد على ضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن وأن تعكس الحكومة الجديدة بعض الانتخابات وبعض التطلعات الشبابية موضحا أن الوقت أمام الحكومة قصير حيث تتقدم الحكومة باستقالتها بعد نعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد ودعا ميقاتي اللبنانيين للمشاركة بكثافة في الانتخابات والتعبير عبر التصويت في سنديق الاختراع مشيدا بجهود وزير الداخلية بسام مولوي من أجل إنجاح الاستحقاق الانتخابي ضمن الإمكانات المالية المحدودة وحول انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد الرئيس الحالي ميشيل عون الذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل أكد ميقاتي أن الأمر قد لا يمر بسهولة موضحا أن هناك سلسلة من الأمور التي تحتاج إلى حل وختاما تأهل فريق ريال مادريد الإسباني إلى نهاء دور أبطال أوروبا بعد فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة ثلاثة لواحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات إياب نصف نهاء دور أبطال أوروبا وجاءت أهداف المباراة عن طريق رياد محرس في الدقيقة الثلاثة والسبعين لصالح الستي بينما سجل البرازيلي رودريجو هدفيني وكريم بنزيمة هدفا في الدقائق تسعين واحد وتسعين والخمسة والتسعين على التوالي هذا ومن المقرر أن يلتقي الريال فريق ليفربول الإنجليزي بنهاء البطولة في الثامن والعشرين من مايو الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس تسعين موسيقى